هنا الناصرية عاصمة الجنوب الثائر وحاملة لواء ثورة تشرين قدمت ولا تزال العديد من الشهداء وظلت عنوانا للصمود أمام آلة القمع الحكومية والميشاوية التي عاثت بها وبباقي مدن الثورة قتلا وحرقا وتخريبا مع انطلاق ثورة تشرين ضد نظام المحاصصة الطائفية الفاسد وأحزابه كانت الناصرية في طليعة المدن التي اشتعلت بالتظاهرات وقوبلت بموجة من العنف راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحة أكبرها مجزرة جسر الزيتون والتي تسببت بسقوط زهاء سبعين شهيدا وأكثر من مائتين وخمسة وعشرين جريحا وأدت فيما بعد للإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي وعزل الفريق جميل الشمر المكلف بإدارة الملف الأمني في محافظة ذيقار والمتهم بارتكاب جرائم حرب لكن دون محاسبته ولم تكتفي السلطة الفاسدة بذلك بل سخرت إعلامها للنيل من المدينة وكيل الاتهامات لمتظاهريها وشهدائها فخرج زعيم حزب الدعوة نور المالك مؤخرا مدعيا أن المتظاهرين لا يمثلون المجتمع العراقي وأنهم أسقطوا سلطة الدولة في ذيقار داعيا إلى ضرب من أسماهم الفوضويين في تلك المحافظة وغيرها من المحافظات المنتفضة ليجد الرد من الثوار الذين أكدوا أن تهريدات المالك وغيره من الساسة وزعماء الميليشيات دليل آخر على فشل نظام المحاصصة الطائفية مشيرين إلى أن تلك التصريحات التحريضية تمثل تسويغا لعمليات القتل الممنهج الذي يتعرض له الناشطون واستصمت مطبق تعيشه الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية وكنتيجة طبيعية لعمليات التحريض تلك ومحاولات تشويه سلمية الثوار المطالبين بحقوقهم المسلوبة تعرضت ساحة الحبوب مع قدر المعتصمين في الناصرية إلى تفجير أدى إلى جرح تسعة مدنيين وهما تسبب بغضب عارم في كل مدن ذيقار مدفوعا بعمليات الاغتيال التي تصاعدت في الآونة الأخيرة لا سيما في بغداد والبصرة لتمثل موجة جديدة من ثورة تشرين التي تتقدم خطوات ثابتة نحو تحقيق أهدافها الوطنية